من جهته دعا المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا دعا الجميع إلى مواصلة الجهود بعزم ومسؤولية حتى نتجاوز تخد الفيروس بنجاح مؤكدا أهمية عدم التهون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستمرار بذات العزيمة لضمان صحة وسلامة الجميع تنفيذا للتعليمات الصادرة من الغيادة العامة لقوة الدفاع البحرين بتوفير قرف عزل متنقلة حديثة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لعزل المشتبه بفيروس فور وصوله إلى المستشفى آلية استخدام هذه القرف من أول ما يوصل للمريض إلى قسم الطوارئ يتم تصنيفها أولا كحالة مشتبه بها عن طريق التصنيف المرئي ومن ثم استخدام هذه القرف لعزله عن باقي المرضى هذه قرف تعتبر قرف جدا حديثة مزودة بأفضل الوسائل الطبية الحديثة الهدف منها الرئيسي هو عدم انتقال الفيروس إذا كان الشخص مصاب به إلى مرضى أخرى موجودين في المستشفى وحماية كذلك الطاقم الطبي النقطة الثانية من الاجراءات التي قامت بها المستشفى العسكري كذلك استخدام ناقلات العزل المتنقلة لحالات المرضى المشتبه بها لنقله من المكان إلى مكان آخر في وحدة خاصة متنقلة مقلقة يمنع وصول هذا الفيروس لأي شخص ثاني يكون موجود في المستشفى فمعناته جميع هذه التدابير والاحترازات تم توفيرها لسلامة المرضى سلامة الموظفين اللي يشتغلون في القطاع الصحي وكذلك سلامة أمن المجتمع ترجمة نانسي قنقر